اختتمت ندوة الوعي بالاضطرابات الجنية التأقلم وطرق الوقاية التي نظمها مركز البحرين لدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات بالتعاون مع مستشفى الارسالية الامريكية بمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين وخلال كلمة افتتاحية في الندوة اكد الدكتور جورج شريان رئيس الاطباء والرئيس التنفيذي لمستشفى الارسالية الامريكية على اهمية التعاون بين القطاع الطبي والمجتمع البحثي لتحديد افضل السبل لتعزيز الصحة العامة من خلال الاسترشاد بالتجارب العالمية المتقدمة وافضل الممارسات المعتمدة واشاد الدكتور شريان بالدور الريادي الذي طلع به مركز دراسات في طرح القضايا التي تهم المجتمع وخصوصا في المناحي الصحية لزيادة مساهمة في تبادل المعرفة وتوعية المجتمع والتعامل مع التحديات كافة وخصوصا في مجال الاضطرابات الجينية وابراز دور الوقاية منها ومن جانبه اكد الدكتور حمد ابراهيم العبدالله المدير التنفيذي لمركز دراسات حرص المركز على تكامل جهود مع القطاعات الصحية المختلفة للتعامل مع التحديات كافة باعتباره بيتا للخبرة في مجال الدراسات والبحوث والاستطلاعات وعارب الدكتور العبدالله عن اماله بان تصمى هذه الندوة في تسيط الضوء على الموضوعات الحيوية التي تهم المجتمع وتقدم وازدهاره تعد هذه الندوة التي تحمل عنوان الوعي للاضطرابات الجينية تأقلم وطرق الوقاية باكورة مجموعة من الانشطة والاعمال المشتركة ما بين مركز البحرين الدراسات الاستراتيجية الدولية والطاقة دراسات وايضا مستشفى الارسالية الامريكية سلطت الندوة الضوء على الاضطرابات الجينية وسبل الوقاية منها والتخفيف من آثارها على الفرد والمجتمع خصوصا متلازمات داون ومارفن وكلاينفيلتر وانقسمت أعمال اللقاء إلى ثلاث جلسات رئيسة سلطت الجلسة الأولى الضوء على تقديم وصف لأبرز الاضطرابات الجينية المعروفة أما الثانية سلطت واستعرضت الضوء على التحديات التي تواجه الأفراد عندما يتعلق الأمر بالخصوبة وأيضا الإنجاب فيما أبرزت الجلسة الثالثة والأخيرة دور الرعاية الصحية النفسية عند التعامل مع المرضى المصابين بهذه المتلازمات وأحبائهم أهمية هذه الندوة هي بالتعاون بين المستشفى الأمريكي وبين مركز دراسات البحرين للبحوث يلقي الضوء على هذه الأمراض الجينية التي هي موجودة هي موجودة ونسبتها ليس بقليلة وتأثر طبعا هذه تأثر على العائلة على الأسرة وعلى الطفل المولود بهذه الأمراض الجينية فأهمية هذه الندوة تكمن في زيادة الوعي بهذه الأمراض حتى يتسنى للجميع معرفة أن كيف يكتم التشخيص المبكر لهذه الأمراض كيف يمكن أن هذا التشخيص الجيني لهذه الأمراض حتى قبل ولادة الطفل المجال الصحي من أفضل مجالات من ناحية الازدهار العلمي في تاريخ الجزيرة العربية هذا شيء شهدناه من أيام الدولة الأموية والدولة العباسية وإلى يومك وهذا مجال ينبغي الاستثمار فيه على طول بالإضافة إلى ذلك من باب التوعية ومن باب توفير فرص لحياة أفضل الجميع ينبغي مشاركة نتاج هذه الدراسات والبحوث عن طريق الندوات مثل الندوة اليوم وتجاوب مع أسئلة استفسارات الناس العادين والمختصين لضمان انتشار هذه المعلومات أحب أشكر الدراسات في المستشفى الأرسالي الأمريكي على دعواتهم لي كمتحدثة في المؤتمر اليوم تكلمنا عن الفحصات الجينية وتكلمنا عن الأمراض الجينية التي ممكن تؤدي إلى أنجاب طفل مصاب فداما أنصح المقبنين على الزواج يسوي الفحصات الجينية إذا لا قدر الله طلعت عندهم أي طفرة جينية ممكن تؤدي إلى أنجاب طفل مصاب فذي جيد حازنا نصحها بتحليل جينات الأجنة قبل الحمل أو قبل الزرع أو قبل الغرس فلنسويه أن نشيك الأجنة والأجنة السليمة الغير مصابة نزرعها في المهم عشان إن شاء الله بإذن الله تيب طفل سليم غير مصاب